إلى تطورات الحرب في أوكرانيا حيث تسارعت التطورات الميدانية في خرسون جنوبية البلاد مع تواصل تبادل القصف بين الجيشين الروسي والأوكراني في وقت عبر فيه الرئيس الأوكراني عن موقفه من إقرار إيران للمرة الأولى بتزويد موسكو بطائرات مسيرة بينما تبادلت القوات الروسية والأوكرانية القصفة بالمدفعية الثقيلة قالت كييف إن قواتها دمرت مواقع روسية في منطقتين لغانسك ودونياتسك شرقية البلاد من جهتها أعلنت القوات الروسية أنها أسقطت صاروخين من نوع هيماريس وصدت هجمات في خرسون جنوبا والدنباس وخركيف شرقا يتزامن ذلك مع إعلان السلطات الموالية لروسيا في دونياتسك تقدم قواتها على محور بلدة مايورسك الاستراتيجية وهي إحدى بلدات ما يعرف بالطوق في إقليم الدنباس وشداد المعارك في كل من مدينتي بخموت وخيرسون في المقابل قال الجيش الأوكراني إن دفاعاته الجوية أسقطت مروحيتين للقوات الروسية في خرسون وست مسيرات جنوبية البلاد كما دمرت ثلاثة مستودعات ذخيرة روسية في بريسلاف وفي خرسون أيضا وخلال الأيام الماضية تصدرت مقاطعة خرسون عنوين المعارك بعد حديث القوات الأوكرانية عن تقدم مستمر يقابله حديث روسي عن تصد لكل الهجمات اشتركوا في القناة